الجلسة الخامسة من يقف وراء المصاعب الحق الكتابي عن المصاعب قلب الله أثناء الصعوبات أهلا بكم في الجلسة الخامسة بلا شك كلنا متحمسون متحمسون جداً أليس كذلك؟ هذه هي الجلسة الخامسة وعنوانها من يقف وراء الضيقات نحن نتحدث هنا عن ما جاء في الفصل السابع من الكتاب تفضلوا بالجلوس وتعالوا نسرع ونفتح كلمة الله في هذه الجلسة سنقف أمام الآية التي أحبها جداً والتي جاءت في فليبي 1-29 أنتم مستعدون؟ يقول بولوس لأنه قد وهب لكم عندما نسمع هذه الكلمات قد نفكر ونقول ما هذه الوعود التي تنتظرنا؟ ما الذي يختبئ وراء السطار؟ دعونا نستمع سوياً يقول الرسول بولوس لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله ماذا؟ هذا يبدو خارج السياق تماماً انتظر لحظة لقد وهب لي لا أن أؤمن به فقط لكن أن أتألم من أجل اسمه كم منكم يدركوا أن الله لا يخدع ولا يحتال؟ لا يستطيع لأنه هو الله ولا يستطيع أن يكذب واضح أن هذا الوعد مثير تتفقون معي؟ لماذا هو وعد مثير؟ لأنه كلما زادت الحرب عظم الانتصار أمين؟ تأمن في جندي مخلص يتدرب ويتدرب ويتدرب لأجل المعركة لماذا؟ لأنه ينتظر الإعلان عن بداية المعركة بحماس لماذا هو متحمس للمعركة؟ لأنه جندي صالح يريد أن ينتصر لأجل خاطر الملك يريد أن يكون نافعاً لمملكته ولشعب المملكة لذلك نجده متحمساً منتظراً للمعركة ومستعداً للنصرة التي ستجلب الخير للمملكة هل تتفقون معي؟ قد تقولون جون نحن لسنا جنوداً دعوني أخبركم بشيء إن بذرة الرب يسوع هي فينا جميعاً والرب يسوع المسيح هو أعظم مقاتل عرفته الأرض إنه أعظم جندي في الكون لقد وصف بأنه سيأتي على فرس أبيض ومن فمه يخرج سيف إنه جندي شجاع أمين؟ استمع إلى بعض الكلمات من العهد الجديد هذه ليست مصارعة رياضية في مساء أحد الأيام سوف نتركها وننسى ما حدث فيها بعد عدة ساعات لكنها صراع الموت أو الحياة مع إبليس وملائكته الذي سيستمر حتى النهاية وهذا ذكر في أفاس الستة الاثر استمع إلى كورينثوس الثانية وأصحى حشرة لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصول وفي تيمو ثاوس يقول بولوس فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده في المسيح أنت مقاتل أنت جندي وكجندي عليك أنت أن تختار أمامك خياران إما أن تختار الهرب وعندها تكون جنديا جبانا أو أن تأخذ مسار البطل وبمثابرة تخوض المعركة وتنتصر أعرف أن في قلبك رغبة لطرد الله إن سمحت للجسد أن يسود فستنسحب من المعركة إن كنت مقاتلا قل آمين لدي أخبار مدهشة لن تخسر معركة دعني أقولها بكلمات أخرى لا ينبغي أن تخسر معركة استمع إلى مقاله بولوس في كورنسوس الثانية أصحاح 2 قال لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين تتفقون معي؟ في الجلسة السابقة اكتشفنا كيف أنه عندما اعتمد الرب يسوع في الماء حل عليه الروح القدس لعلنا فكرنا إن هذا هو أنسب وقت للخدمة كون فريق تسويق وابدأ خدمتك التي كنت تعد لها لمدة ثلاثين سنة لكن ما الذي فعله الله؟ لقد قاده في البرية ليجرب من إبليس لمدة أربعين يوما هناك سؤال هام هل الله مستغل للأطفال؟ الإجابة لا مليون وتريليون لا إنه ليس مستغلا للأطفال العبارة التي ذكرتها أن الله لا يقودنا إلى عواصف لا يعطينا قوة لنتغلب عليها قلوا معي آمين إذا تأملت في العاصفة التي هبت في البحر ستجد أن الرب يسوع كان قد قضى اليوم كله في الوعظ وكان مرهقا أنا شخصيا معتاد جدا على هذا أتذكر أنه كانت هناك أيام أعظ فيها أربع أو خمس مرات في اليوم كنت أصاب بالإعياء لدرجة أنني قد أنام في السيارة التي ستنقلني إلى الفندق ويقذني قائد السيارة عندما نصل إلى الفندق لكن الرب يسوع كان قد وعد طوال اليوم ذهب إلى البحر لأنه كانت هناك خدمة على الشاطئ الآخر وكان متعبا للغاية ونام لكن هل تعلمون؟ لقد نام نوما عميقا وآتت العاصفة الشديدة حسنا أعني عاصفة كادت تقتلهم عليك أن تتذكر أن أربع من التلاميذ الذين كانوا في السفينة كانوا حاذقين في البحر كل حياتهم في البحر يعرفون العواصفة المتوسطة العواصفة الشديدة وأيضا المميتة لم يكنوا جبنات مرت عليهم عاصفة كثيرة من قبل هذه كانت من النوع المميت كانت ستقتلهم بدأت الموجة بعد الموجة تضربه السفينة بشدة وأدركوا أنهم على وشك الموت ماذا فعلوا؟ أعقبوا الرب يسوع وسرخوا يا يسوع أما يهمك أننا نهلك؟ عندها استقذ الرب يسوع ونظر إلى العاصفة وأمرها أن تهدأ الآن دعوني أسألكم سؤالا عندما كان الرب يسوع في نوم عميق في وسط هذه العاصفة هل تعتقد أن الله الآب والروح القدس كأنام زعجين؟ هل تعتقد أن الروح القدس قال ما هذا؟ ما الذي فعلته؟ الرب يسوع قال لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل الآب أرشده ليقول للتلاميذ أن يدخل السفينة ويعبر للشاطئ الآخر هل تعتقد أن الروح القدس قال لا أيها الآب ما هذا الذي فعلناه؟ لم تكن لدي فكرة أن هذه العاصفة ستهب إنهم قد يموتون كنت أتمنى أن لا نقول للمسيح أن يذهب للسفينة لم يفعلوا هذا لأن الله يعرف الأمر من بدايته لنهايته كان يدرك أنهم سيواجهون العواصف عندما قال للرب يسوع أن يدخل إلى السفينة إلى أن الله لا يدخلنا عاصفة لا يعطينا القوة لكي نتغلب عليها لا أعرف ما هي العاصفة التي تواجهها في حياتك إن كانت تتعلق بالأمور المادية أو الجسدية أو كرازتك بالإنجيل أعطاك الله القوة لتتغلب على أي عاصفة يقودك إليها آمين لذلك انتهر الرب الريح والموج التفت للتلاميذ وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف لا إيمان لكم أحب الطريقة التي تكلم بها رغم تعنيفه لهم لن ترى التلاميذ يقدمون أعذرا لله في سفر أعمال الرسل لماذا؟ لأن الرب يسوع لم يسمح لهم بأن يقدموا لهوتا من صنع البشر الله يريدك أن تجتاز في مثل هذه الأمور ليعلمك شيئا يا إلهي إنهم لا يتعلمون الرب لم يرد أن يكون لهم هذا النوع من التعليم قال لهم ليس لكم إيمان أين هو؟ لماذا كان حازما مع هؤلاء التلاميذ؟ لأنه قال لهم في إنجيل ماركوس لنعبر إلى الجانب الآخر لم يقل دعونا نعبر متصف البحر ثم نغرق هناك قوة كافية في هذه الكلمات لنعبر إلى الضفة المقابلة تذكر أنه ابن الله كل ما يحتاجونه هو مجرد كلمة كانت فيها قوة كافية ليقول للعاصفة لقد قال السيد أعبر إلى الشاطئ الآخر فاذهبي من طريقنا كان يجب أن يفعلوا هذا ويتركوه نائما لقد قطعوا نومه المريح لهذا السبب كان عنيفا معهم بعد الشيء إن ما يفصل بين الذين ينهزمون في الحياة وأولئك الذين يملكون في الحياة هو معرفة هذه الحقيقة سنواجه معارك مؤكدة إلى أننا لدينا القدرة أن نتغلب على كل ما يواجهنا على خلاف الشخص الطبيعي لذلك علينا أن نصمد في الحرب حتى نكسب المعركة آمين لو ترك الأمر للتلاميذ بإدراكهم المحدود لكانوا جميعا غرقا دعونا نتأمل في نتائج تصميم الرب يسوع على أن يحارب العواصف أولا لقد عشوا ولم يموتوا ثانيا لقد تحرر شخص به روح النجس ثالثا هذا الرجل الذي نال شفاء مضى وابتدأ ينادي في العشر مدن وتمجد الرب كل هذا لأن الرب يسوع اختار أن يواجه العاصفة لكن التلاميذ اختاروا أن يموتوا هل ترى الفرق؟ أتمنى أن نعمل بهذا المفهوم إذا سألت بالتلاميذ اليوم هل ما قصيتموه في العاصفة يساوي ما حصلتم عليه؟ سيقولون نعم بولوس كان في طريقه إلى أرشاليم أريدك أن تسمع ما قاله وأنا اليوم ذاهب إلى أرشاليم مدفوعا بالروح ولا أعلم ماذا ينتظرني هناك إلى أن الروح القدس كان يعلن لي في كل مدينة أذهب إليها أن السجن والمصاعب تنتظرني الكلمة اليونانية التي ترجمت مصاعب هي ثليبسيز فالروح القدس قاد بولوس إلى مكان سوف يواجه فيه ضيقات شديدة ما هي نتيجة موقف الرسول بولوس الصامد وسط هذه الضغوط؟ اليهود والأمم الذين في أرشاليم سمعوا رسالة الإنجيل بل سمعها الكثيرون من المواطنين الرومان ليس ذلك فحسب بل الجنود القضاء الحكام الولاة بل قيصر نفسه أيضا سمع الكلمة لأن بولوس كان على استعداد أن يواجه العاصفة فليبارك الرب آمين الآن نستطيع أن ندرك أن الرب ليس هو مصدر العواصف والمعاناة كان يدرك أن الرسول بولوس سيعاني بسبب عداوة العالم لأمور الله إلى أن محبة المسيح كانت تلزم بولوس ليذهب حيث يقتاده الروح لقد أعلن بولوس أي تضيقات احتملت ومن الجميع أنقذني من كل الضيقات إن هذه الكلمات تتفق مع كلمات المرنم إنه أي الله من كل ضيق نجاني ليس 98% فقط ولا 99% لكنه أنقذني من جميعها آمين سأوضح ذلك من خلال وجهة نظر الآباء أنا وليزة فخوراني بأولادنا الأربع قلت هذا لسنوات يا رب هؤلاء ليسوا أبنائي لكنهم أبنائك نحن وكلاء فقط على ما تمتلكه هؤلاء من أعظم الشباب الذين قابلتهم في حياتي بالطبع أنا منحاز عندما كان أديسون ابننا الأكبر الذي يعمل الآن مديرا عاما لخدمتنا في مرحلة الأولى من التعليم كان يعاني من المشكلة مع بعض المشاغبين في فصله كانوا يضايقونه جدا في فناء المدرسة كان يرجع كل يوم من المدرسة باكيا ويحكي لنا عن معاملة هؤلاء المشاغبين له هل تعرفون ماذا كنت أريد أن أعمل كأب؟ كنت أود أن أذهب إلى الملعب وأضرب هؤلاء الأولاد هذا التصرف له ثلاثة نتائج سلبيا أولا إن هذا التصرف لا يليق بي كشخص مؤمن ثانيا قد يؤثر سلبا على نمو شخصية أديسون ثالثا ليست لي أي تسلطة على فناء المدرسة لأنها منطقة نفوذ أديسون كنت أنا وأمه في كل ليلة نقدم له بعض الإرشادات ونصائح لكي نساعده حتى يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء الأولاد كنا نقول له أن يفعل هذه وتلك وكان يرجع كل يوم محققا نجاحا أكثر هل تعرفون ما حدث؟ نتيجة لهذه المواقف ومواقف أخرى مشابهة أصبح أديسون بارعا في كيفية التواصل مع الناس نتيجة لهذا عمل في إرسالياتنا عندما بلغ الثامنة عشر أتذكر أنني قلت لرئيس الموظفين لا تعطيه أي تنتيازات عن الباقين بعد ستة أشهر طلب رئيس الموظفين أن يعينه مسؤولا عن قسم العلاقات الكنسية استلم أديسون القسم وازدهر في عهده لماذا؟ لأنه نال ثقة العاملين معه سواء كانوا شبابا أو شيوخا عندما رأوا أسلوبه في إدارة العمل الآن أصبح مديرا عاما لإرسالياتنا لماذا؟ لأنه يتمتع بحكمة مدهجة برغم أن عمره خمسة وعشرين سنة هو أفضل مني بكثير في العلاقات كيف حدث هذا؟ المشاغبون في فناء المدرسة لهذا يقول يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة ثم يقول إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله فسيعطى له آمين لذلك التعامل مع هذا الأمر حيوي جدا إن هذا الأمر من الممكن أن يسبب عثرة للكثيرين خاصة في مجالات الحياة الثلاثة الأساسية المثل السابق يوضح أن الله ليس مصدرا للتجارب هل هذا يصدق دائما؟ إذا تولد لديك أي شك ولو بسيط في أن الله قد يكون هو مصدرا أو مخططا لبعض الضغوط الخاصة عندئذ قد تشعر أن لك لست في حاجة أن تحاربها لتنتصر عليها إن الجندي الذي يذهب إلى الحرب يعرف العدو الذي يواجهه جيدا وإن كان حكيما فعليه أن يعرف حياله آمين قبلت مؤمنين كثيرين لا يعرفون السبب في الصعوبات التي يواجهونها إنه أمر يكسر القلب حتى لا يكون إبليس هو المتحكم يقول بولوس لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره يقول الوحي لا نجهل أفكاره هذا ما يجب أن نكون عليه لا يجب أن نجهل أفكار العدو يجب أن نعرف خطته وفنونه هل تستطيع أن تقول آمين؟ إذن كيف نعرف خطته؟ الكتاب المقدس يعلنها بوضوح قال يسوع في محنى عشر عشر السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل في بداية هذا الأصحاح قال الرب يسوع إن السارق هو الشيطان وجنوده لقد أطلق عليه إله هذا الظهر في كورنثو الستاني أربعة إنه رئيس سلطان الهواء يضع نظام هذا العالم هذا واضح جداً أي صعوبات تقع تحت فئة القتل السارق التدمير فالعدو هو المتسبب فيها وليس الله على الجانب الآخر يعلن الرب يسوع إرادة الله من جهة حياتك وهي الحياة الأفضل فنقل معاً آمين عندما تواجهك ضغوط أو صعوبات أو ألم من أي نوع ضع في ضوء يحنى عشر عشر لترى هل هي من الله أم من العدو إذا كانت سرقة قتل أو تدمير فأنت تعرف المصدر وتعرف كيف تتعامل معها تعامل معها كما سنوضح لك في هذه الجلسة إحدى المناطق التي يحارب فيها مؤمنون كثيرون وتمنعهم من أن يكونوا مثمرين في ملكوت الله هي الخجل الذنب والدينونة لنتأمل في المصدر دعونا نتأكد من ذلك بالرجوع لكلمة الله يقول الكتاب في رومية ثمانية ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين من سيشتكي على مختار الله؟ هل هو الله؟ هل سيشتكي الله علينا؟ بولوس يقول لا هو الذي أعطانا الحق أن نقف معه من الذي يدين؟ هل يسوع المسيح؟ ماذا قال بولوس؟ لا وبعدها علامة تعجب المسيح هو الذي مات بل بالحريق قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا هو لا يشتكي عليك بل يتوسل من أجلك المشتكي علينا هو إبليس ليس الرب يسوع لا يشتكي علينا ولا يشعرنا بالخزي والذنب ولا الإدانة هو حمل كل هذا عننا لنقل معا آمين الله أرسل الرب يسوع المسيح ليموت عنا ونحن بعد أعداء ارتدى الرب يسوع طواعية أن يموت والروح القدس عمل فينا لماذا إذن يدينك الآب والابن والروح القدس؟ استمع للمكتوب في عبرانين 9-14 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي لقد طهر ضمائرنا من الشعور بالذنب والخزي والدينونة إن كنت تطلب الله وتريد أن تخدمه وتبتعن خطاياك ولكنك ما زلت تشعر بالذنب والخزي والإدانة فاعلم أن هذا ليس من الله وتحتاج أن تحاربه بقوة قول آمين آمين أسأل هل اعترفت بخطاياك؟ ترد لقد فعلت خطايا فضيعة إذن فأنت تأخذ مكان المسيح وتحاول أن تدفع ثمن خطياتك بأن تدين نفسك أخبرني إذن ماذا تنتظر أكثر من دم المسيح لتشعر بغفران خطاياك؟ لقد حمل عنك الخزي حمل عنك الذنب كنت أصلي في إحدى المرات وقلت أشعر بالخزي من نفسي قال للرب هذه المشاعر ليست مني ثم قال للرب حملت عنك خزيك يا جون فتخلصت من هذه المشاعر لن أنسى هذا اليوم طيلة حياتي الشعور بالخزي والذنب والإدانة ليس من الله نقول معاً آمين دعونا نتذكر هذا جيداً أبونا السماوي يؤدبنا ويوبخنا عبرانين 12 خمسة يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك هل وبخني الرب من قبل؟ كنت أفضل أن يضربني بلطجي من أن تضربني كلمة الله التي صححت أخطائي كان هذا تأديباً قاسياً يا إلهي تأديب يجعلك تندم على أنك أغضبت أباك الرب يصحح هنا لسببين أولاً ليعيد علاقتنا معه ثانياً لنصبح أكثر شبهاً به لا بهدف أن يقتلنا أو يسرقنا أو يدمرنا فالإدانة والتأديب يصحبهما إحساس بعدم الراحة إنها مؤلمة كلتا هما تسبب الألم عبرانين 12-11 ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن لذا فالتأديب والتوبيخ الذي من الرب مؤلم ما الفرق؟ هناك فرق شاسع الإدانة لا تعطيك الراحة التأديب يفعل هو طريق التوبة هذا يعني تغيير في الفكر والقلب يا رب لن أتصرف هكذا مرة أخرى لن أغار من جاري ثانية كتب الرسول يحنى يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار لاحظوا أنه لم يقل يا أولادي أكتب إليكم هذا عندما تخطئوا لنا شفيع فالهدف هنا هو أن لا نخطئ لكن إن أخطأ أحد لنا شفيع هل هدف أن لا نخطئ؟ روميا 6-14 يعلن بكل وضوح فإن الخطيئة لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة النعمة تعطينا القوة أن نتشبه بالمسيح إذن فالهدف هو أن لا نخطئ لكن إن أخطأنا لنا شفيع هل تتفقون معي؟ أمين؟ يقول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطاهرنا من كل إثم أي يغفر لك في كل مرة تخطئ فيها بغض النظر عن عدد المرات التي أخطأت فيها أحد أكبر المعطلات في حياة المؤمنة الذي يملك في الحياة هو ضمير الخطيئة دم يسوع يطهرنا من ضمير الخطيئة يجب أن تخاطب ذهنك وضميرك وتقول الخطيئة تحت الدم بعيدة عني كالمشرق من المغرب دفنت في بحر النسيان أخرج من هنا أيها المشتكي آمين إن أخطأت لكنك تبت توبة حقيقية فإن خطاياك قد غفرت وتطهرت من كل خطيئة أعتقد أننا نستطيع أن نقول آمين المرض الاعتلال والعجز الجسدي مجال آخر يعاني منه الكثير من الناس يقول مزمور 103-2-3 باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتك الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك ما هي الفوائد؟ الذي يغفر جميع ذنوبك جميع خطاياك وهو الذي يشفي كل مرض من أمراضك استمع لهذه الكلمات فهو يشفي كل مرض من أمراضك فهو لا يقول إنه يشفي بعض أمراضك بل يشفي كل مرض من أمراضك فهو لا يقول معظم أمراضك كل أمراضك لماذا؟ لأن الكتاب يقول في إشعياء لأن أحزاننا حملها ما هي هذه الأحزان؟ في اللغة الأصلية جاءت بمعنى مرض ضعف اعتلال أنا أقرأ النص كما هو ولا أضيف شيئاً لأن أحزاننا حملها مرض ضعف اعتلال وبحبره شفينا أي أصبحنا كاملين إذا كنا شفينا فهذا يعني أننا شفينا بحق لكن الطبيب لا يقول هذا أنا أحترم الطبيب وأنت كذلك لكن الطبيب ليس الله هل ستصدق تقرير الله عن مرضك أم تقرير الطبيب؟ أشكر الله لأن الأطباء أدوات في يد الله لتحقيق الشفاء للناس الله لا يريدنا أن نمرض لكن الشيطان يريد أتمنى أن يصل ذلك لجميعكم ترجمة ويبستر تقول بالتأكيد هو حمل أمراضنا وبجراحه شفينا ترجمة أخرى تقول لقد تحمل أمراضنا وبسبب جروحه نلنا الشفاء أنا شفيت نحن شفينا آمين إذا تأملنا حياة وخدمة الرب يسوع لم يقل أي شخص أثى إليه ليشفي عليك أن تستمر في مرضك لأن أبي السماوي يريد أن يعلمك درسا لذلك تحمل المرض فمن خلاله ستصبح أكثر روحانية أنا أحبك بحق هذا أمر محزن وهو لا يعبر عن الرب يسوع إلهنا وسيدنا الحي المقام إذا كنت تظل أن الله يريد أن يعلمك شيئا من خلال المرض فلماذا تذهب للطبيب؟ هل تقاوم تعليم الله؟ إذا كان الله سيعلمك شيئا من خلال المرض فلا تذهب للطبيب لماذا تقاوم تعليم الله لك؟ هذا اعتقاد سخيف ليس خطأ أن تذهب للطبيب لأننا نختلف في مستوى الإيمان بعض الناس يشفون من خلال الطبيب هذا هو إيمانهم وهذا عظيم أخرون مثل حماتي العزيزة التي قالت للطبيب أنا أحبك وأقدرك لكن الله أخبرني أن يشفيك هي تعيش الآن بصحة جيدة منذ 31 سنة بعد أن نالت الشفاء آمين لن تجد هذا في سفر أعمال الرسل لم نسمع مرة واحدة أحد الرسل ينظر لأحد المرضى ويقول إنني أود أن أراك معافة لكن الله يريد أن يعلمك شيئا لم يفعلها أحدهم لأن الرب يسوع لم يسمح لهم أن يستخدموا هذا المبدأ السخيف قال يسوع لهم عندما لم يستطيعوا أن يشف صبيا به سرع أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم وأحتملكم ألا تتحننوا يا يسوع معهم؟ ما قاله هو الحنان بعينه المحبة تتكلم الصدق بالمحبة اهتم اهتماما خاصا بهؤلاء قال يا أعزائي لا أريد أن مرض العادات والمبادئ الخطأ تمتلككم وتدمركم وأيضا تدمر الناس الذين تخدمونهم لذلك أكلمكم بكل صراحة أنتم عديم الإيمان وغير مطيعين والسبب هو أنكم تستطيعون أن تشفوه لكن دعوني أقوم بهذه المهمة تعلموا من ذلك الموقف ولم يكرروه في سفر الأعمال كان هذا نابعا من روح محبة رأيت أشخاصا يقولون لو كان لكم إيمان لكنتم شفيتم يا له من أمر بشع إن الكتاب يعلمنا أن نتكلم الحق بمحبة لا تردد هذه الكلمات لأي شخص إلا لو كنت مستعدا أن تموت بدلا عنه لقد مات يسوع من أجل هؤلاء الأشخاص لقد فعل ذلك بالحب لقد تكلم الحق بمحبة بمحبة ليس بدافع بالريه الذاتي منتقدا الآخر ويقول أنا أفضل منكم فليبارك الرب هذه الكلمات تسالونيكي الأولى خمسة تلاتة وعشرين وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح إذن إرادة الله لك هي أن تشفى آمين ماذا عن العواز والفقر؟ هذا هو الأمر الثالث الذي يصارع فيه الكثيرون يعتقد الكثيرون أن ما يميز الشخص التقي هو أن يكون معوزا وفقيرا يا له من سخف تعلنوا كلمة الله فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع الله سيسدد احتياجاتنا لا بحسب الحالة الاقتصادية لا بحسب البنوك والبرصة إنه يملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد إن لم يكن أحد قد أخبرك فإن غنى الله لم يتأثر في عام 2008 كما حدث في سوق البورصة يتحدث بولوس بالتحديد عن الأمور المالية لكن الكتاب يخبرنا أن الصيت خير من الغنى أفضل من المسحة هل سيكون لك صيتا حسنا لو لم تدفع فواتيرك؟ بالتأكيد لا لكن هذا هو ما أريد أن أركز عليه في الدقائق القليلة القادمة إن الكتاب يتخطى الاحتياجات كما أن الكتاب يخبرنا أن الله يريد أن يغنيك يقول بعض الناس الله يسدد احتياجاتي فقط استمع لصلاة يحنى وهو في التسعين من عمره في الحقيقة يجب أن نصغي لأشخاص مثل أورال روبرتس ديفيد ويكرسون بيلي جريهام هؤلاء الأشخاص كانوا أمناء مع الله طوال حياتهم سأستمع إليهم بإصغاء أكثر من استماعي لما يقوله واعد في الخامسة والثلاثين من عمره الرسول يحنى في التسعين من عمره وهو يقول أيها الحبيب أود فوق كل شيء فوق كل شيء أن تكون موفقا في كل أمر وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية قد يقول أحد هو يتحدث عن الحياة الروحية أقول لا قال مثل حياتك الروحية يكون جسدك صحيحا كما أن روحك صحيحة هو يتحدث عن الروح والجسد معا أمين إن الله لا يبالغ في كلامه إنها كلمة الله الموح بها الله يقول فوق كل شيء أود فوق كل شيء أن تكون موفقا في كل شيء وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية تتفقون معي؟ ما معنى النجاح والتعافي؟ هل هذا يعني أن تمتلك بيتا كبيرا سيارة جميلة؟ لا أقصد هذا هذا ليس نجاح هل تعرف ما هو النجاح؟ عندما تساعد الآخرين عندما تمتلك الموارد التي بها تستطيع أن تساعد الناس أنا أمتلك بيتا جميلا برك نبيه الله لكن أكبر فرحة اختبرتها هذا العام هي أن الله أعطانا الإمكانية أن ننأثر في 250 ألف راع في حوالي 41 دولة حول العالم من خلال الكتب أن نبني بيتا في كمبوديا لإيواء البنات وحمايتهم من الإذاء الجنسي أن نبني مدرسة للتدريب المهني هذا هو النجاح عندما ضرب الأسهار جوبلين ميزوري مكننا الله من إرسال 40 ألف دولار لراعي الكنيسة هناك الآن هو النور المضيء في جوبلين من خلال المساعدات التي يقدمها للناس في وقت احتياجهم هذا هو النجاح آهلين هللويا أنا أجد نفسي في غاية السعادة لقد انتهى الوقت لذلك سنكمل في الجلسة القادمة أراكم على خير الجلسة السادسة سلح نفسك كيف تتسلح للحرب الروحية انظر للتجارب كفرص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر